اشتركوا في القناة هو عدم القدرة على رؤية بوضوح في الإضاءة الخافتة أو الأماكن المظلمة أو في الليل يعني بعد غروب الشمس بعد اختفاء دوق النار ومن هنا جاء المسمى العشاء الليلي العشاء الليلي بيعرف باسم آخر وهو العام الليلي أو ليه اسم آخر وهو التهاب الشبكة الصبغي ده مرض بيصيب منطقة الشبكية في العين وهو نوع من أنواع ضعف البصر والرؤية في الليل أو في البيئات ذات الإضاءة الضعيفة أو الخافتة الإصابة بهذا المرض بيتأثر على مجال رؤية وبيحتاج الشخص المصاب إلى اللي هو التطقيق كثيرا حتى يرى الأشياء من حوله بوضوح دايما بيركز قوي وبيحاول يركزه في التفاصيل علشان يقدر يفسر الصور أو الأشكال الأمامه لأنه طبعا هو بيعاني من ضعف أو تشوش فيه الرؤية لو جينا نتكلم عن أسباب الإصابة بالعشاء الليلي بتبدأ مشكلة العشاء الليلي بصعوبة الرؤية في الظلام لكن مع مرور الوقت ممكن تتطور الحالة ويصداد ضعف البصر أو النظر إلى أن يصعب على الشخص حتى الرؤية في النهار أيضا في الحالات المتطورة بيحصل العشاء الليلي لسبب أساسي وهو حدوث خلل بيصيب نوع منعين من مستقبلات الضق في الشبكية اللي بيعرف باسم الخلايا العصوية اللي بتساعد على الرؤية في الظلام أو في الإضاءة الخافتة هذا الخلل بيحصل في مستقبلات الضق بالشبكية ممكن يصيب الشخص نتيجة عدة عوامل مختلفة أهم هذا العوامل أولا العوامل الوراثية العوامل الوراثية ممكن الإنسان يولد وهو عنده أصلا هذه المشكلة عنده مشكلة فيه الشبكية بعد كده هذه المشكلة بتقصى على النظر وعلى الخلال العصوية وده بيزود من فرص صابته بالعشاء الليلي فيما بعد السبب الثاني ممكن يكون بسبب نقص فيتامين ألف فيتامين ألف هو اللي بيغزي شبكية العين ونقصه ممكن يؤدي إلى ضعف البصر هذا الفيتامين بيتواجد فيه العديد من المصادر الغذائية ممكن أيضا يكون السبب هو الإصابة ببعض الأمراض زي في حالة المياه البيضاء وده بيسبب تلف أنسجة العين وبيأثر بشكل كبير على قوة البصر أيضا مرض الجولوكومة اللي بيأثر على العصب البصري من الأسباب أيضا ممكن العملات الجراحية في العين لو الإنسان خضع العملات الجراحية معينة في العين ممكن تأثر عالم نظر خاصة في الظلام يعني ممكن في بعض الحالات طبعا بيتم إجراء عملات في العين العين بترجع طبيعية ولكن في بعض الحالات ممكن تتأثر الأنسجة ويصاب الشخص بمرض العشاء الليلي أو بضعف فيه الرؤية في الإضاءة الخافتة طيب لو جاءنا نتكلم عن أعراض الإصابة بالعشاء الليلي الإصابة بمرض العشاء الليلي بترتبط بظهور عدة أعراض مختلفة على المصاب من هذه الأعراض زي ما ذكرنا ضعف النظر في الليل أو في الإضاءة الخافتة وبالتالي عدم مقدرة الشخص على الرؤية أو التفسير الواضح في الظلام ودايما بيتعثر المريض في الأشياء أثناء التحرك بسبب عدم رؤيتها خاصة في الإضاءة الخافتة أيضا من الأعراض اصدواج الرؤية ده مؤشر لوجود مشكلة في العين ممكن يكون عشاء الليلي أو ممكن يكون مرض آخر أو مشكلة أخرى في العين هو بسبب أيضا اصدواج الرؤية في بعض الحالات أيضا التهاب القرانية مريض العشاء الليلي ممكن يصاب بجفاف وتهيج في القرانية بشكل أكبر من غيره أو ظهور بقعة رمادية في العين ممكن رؤية هذه البقعة الرمادية في بعض الحالات على بياض العين كمان من الأعراض أن العين أو النظر بياخد وقت طويل علشان يتكيف مع تغير الإضاءة يعني لو الإنسان كان في إضاءة ساطعة ودخل في إضاءة خافتة أو العكس بياخد وقت طويل على ما تبدأ الرؤية تتضح عنده تدريجي ويبدأ يفسر الأشياء المحيطة به فده أيضا بيعتبر مؤشر للإصابة بمرض العشاء الليلي لو تكلمنا عن علاج العشاء الليلي بيتم علاج هذه المشكلة بناء على معرفة السبب اللي أدى إلى حدثها فعلى سبيل المثال إذا كان السبب هو المياه البيضة بيتم إجراء العمل الخاصة بها لعلاجها وبالتالي هيتم علاج العشاء الليلي كمان في مجموعة من النصاحة الطبية بيجب اتبعها لعلاج تقليل شدة الإصابة بالعشاء الليلي منها دايما بننصح الأشخاص اللي عندهم اضطرابات في البصر أو مشاكل في الإبصار تناول الأطعمة اللي بتحتوى على فيتا من ألف البيتا كاروتين أو فيتا من ألف ده مهم جدا هو الفيتامين اللي بيغزي شبكية العين وبالتالي الأطعمة الغنية بيه بتساهم أو بتساعد في قوة الرؤية طيب هذه الأطعمة بتشمل ايه؟ نلاقي فيتا من ألف أو البيتا كاروتين فين؟ موجود في زيت كبد الحوت طبعا يفضل الأورجانيك الطبيعي الغير معالج كيميائيا أو حريريا موجود فيه كبد الحيوانات زي كبد العجول موجود فيه الجزر في السبانخ في البقدونس في المشمش موجود في البيض، موجود في الشمام، موجود في البطاطا الحلوة موجود في الجزر، الأطعمة الملونة، الخضروات، القارع، المنجة كل هذه الأطعمة غنية بفيتامين ألف أو البيتا كاروتين اللي هو المهم والضروري لصحة العين في اسم الإنسان طيب إذا كان فيه صعوبة في الحصول على هذا الفيتامين من الأطعمة الطبيعية ممكن الاستعاد عنه أو تناوله في صورة كابسولات في مكملات غزائية ولكن طبعا بعد اللجوء أو رجوع للطبيب لأن مشكلة فيتامين ألف أو البيتا كاروتين هو مهم لكن في حال تناول جرعة زيدة منه بيسبب ضرر لجسم الإنسان وبيسبب اضطراب في الدم ومشاكل في النزيف وبالتالي ممكن يقلب مع المريض بشكل عكسي أو يقص على صحة المريض فبالتالي يتم تحديد الجرعات من خلال طبيب وبعد توقيع الكشف من النصائح أيضا أو الطرق العلاجية ارتداء نظارة طبية في بعض الحالات ممكن تساعد النظارة الطبية في تقوية الإبصار أو النظار خاصة في الليل وبالتالي بيقوم الطبيب باختبار النظر وتحديد النظارة الطبية المناسبة للمريض بعد إياس النظر وبعد فحص العين والاطمئنان أن ما فيش أي مشكلات أخرى بتأثر على العين وأنها فقط مشكلة مرتبطة بالعشاء الليلي أو ضعف الإبصار في الضوء الخافض النصيحة الثالثة وهي عدم النظر إلى ضوء قوي ليلا سواء الضوء الأصفر في مصابيح الإضاءة أو مصابيح السيارات يعني السائقين أو راكب السيارات بيضيقوها بالليل لأن هذه المصابيح قوة الإضاءة فيها بتكون عالية وبتزود إضعاف شبكية العين في حال التركيز عليها أو تسلطها بشكل مباشر على العين النظر إلى هذه الإضاءة القوية ليلا بيؤدي إلى ضعف الإبصار ده كان أهم المعلومات عن مشكلة العشاء الليلي اتكلمنا عن أسباب هذه المشكلة وأعراضها وكيفية علاجها في النهاية بنتمنى السلامة للجميع نلتقي بإذن الله في فيديو جديد وموضوع جديد